كيف شعرت أني متحررة من تقليد الآخرين ما بدي قلت حدا وكيف قدرت خبيت فترات ظروفي صعبة ورفعت من مستوي الشخصي وكيف تعلمت كون مختلفة وتحررت من الصورة اللي لكل عام المجهود لا يعممها على جميع المجتمعات وكيف الشوكولات كان مصدر إلهام لإلي أهلا وسهلا فيكن بعرف أن عصرنا هو عدم الخصوصية وأهمالنا لأناقطنا إن كانت الداخلية أم الخارجية بحجج أنه ظروفي صعبة ونصير كلنا نشبه بعضنا كلنا هايك ستيريو تايب يعني مثل بابير كاربون ليش؟ بس لأنه لا أحصل على متابعين أكتر ما ألبس تيابي مرتين أبداً ولا ممكن يعني اتعلق بالأشور شطب على كل شيء اسمه خصوصية يعني أنا اليوم شو أكلت وين رحت وشو شربت ومين شفت وأهم شيء أدي عندي معلومات عن الأشخاص يعني مين تزوج مين مصاحب مين أدي كانت صورته حلوة على الإنستا يعني 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 والأهم من كل هاي ده هو أنه لازم اظهر أني أنا على طول سعيدة وإتبع هوس المجتمع اللي يسمى المجتمع المخملي هني بيسموه لأنه بالحقيقة ما أنه نفهمين شو يعني مجتمع مخملي بصراحة المجتمع المخملي الحقيقي الحقيقي هو ما بيظهر منا وعيين أنه النظرة نظرة بردون للطبقة الأريستوكراتية بتتأثر بثقافتنا نحن شخصية كيف منشوف الناس منا بيظن أنه الطبقة الأريستوكراتية بتعيش حياة مرفهة وبتتمتع بامتيازات خاصة ما في شك بتتمتع بامتيازات خاصة بس هالطبقة ما عندها مشاكل ما عندها هموم ما عندها أمراض ومنا بيعرف أنه الطبقة الأريستوكراتية الحقيقية نحن بحاجة لإلى لأنه بتحمل تقاليد وتاريخ طويل من المسئولية الاجتماعية بس نحن ما منشوفها ما في شك أنه في ناس مناح ودخلوا التاريخ وفي ناس كل همه أنه توصل لمراكز وآخر همه العالم ومهم أنه تكون مظهرة يعني وصلنا لمركز مهم كل شخص مننا ما يعيش بالوهم ما لازم لازم يشوف شو هو حقيقي وشو حقيقته هو مش مين هو ولكن شو هدفه هو بالحياة شو بحب شو أحلامه شخصياً تعلمت أشياء من أخطائي ورسمت طريق مختلف عن الجميع طريق بيفرحني وبيشرفني بالأشياء الصغيرة منغير بحياتنا ما ننطر لنعمل إنجازات يعني لتكون تغيرت حياتنا وصرنا حرين من كل هالشيء اللي عم نشوفه حياتنا اليومية بالأشياء الصغيرة منعيش فيها هيدا المهمة كنت أفتكر أنه الأشياء المادية هي السعادة وأنك تكون إنسان راقي لازم تعيش برفاهية وبعمر معين ما منعرف قيمة ذاتنا ولا قدراتنا بدي أتوجه لكل الشباب وشكراً لقلهم للمتابعين وأنا صدقاً بشكرهم قال لي هني بعدهم صغار بالعمر ما تنجروا ما ننجر ولا نتأثر بالأشخاص اللي حولنا ما في شك إنه بعرف في استمتاع بالصرف بالتسوق وبالشراية شرية الماركات الغالية شخصياً مع الوقت تعرفت إنه النتيجة هي وقتية وممكن تكون حتى سامة مثل اللي مثلاً هون بيستلز بس بأكل الشوكولات فيه ألاز منه إنك تقعد تاكل شوكولات كل النهار وما تفكر بالعوائب تابعه فيه لزة فيه فرح ولكن كترته مؤزية ممكن تعمل سكرة ممكن تعمل نحبوب بوشنا ممكن تعمل طفرة يعني نصاحة كمان يعني فرح لثواني مثل ما قلت لكم بالفيديو الماضي الأناقة منا بالجمال ولا بالعمر ولا بالمصاري هي نعرف كيف نبقى على أناقتنا حتى لو تغير تفارمت جسمنا كبرنا ظروفنا حتى إذا ما بتسمح لنا مش مهم مش كل شيء الناس لازم تعرفوا الأهم إننا نعرف ندبر حالنا من دون ما حدا يدري أشياء برجع بقول كتير صغيرة وتافها بتعلمنا نعمل أشياء أهم بالحياة حقاطيكم مثل بس صغير اللي عنده أغراض ببيته وجودة مرتبة وما بق عم بيلبسها وهو بحاجة إنه يغير من فستان نعمله تنورة إشياء بعدها بتروح لجسمنا وللبيئة طبعنا اللي نحنا عايشين فيها دايقة شوي نوسعها ولكن نعرف ندبر أمورنا من دون أي كلام بابتسامي لأنه مش هيد الحقيقة حقيقة نحنا نفرح بإنجازات اللي عم نعملها نفرح بالإيام الصعبة اللي نحنا عم نقدر نتخطاها نفرح بكل فكرة جديدة بتجي لألنا ولعائلتنا أنا عم بتوجه أكتر شي لصغار بعرف إنه مش هين يغير الإنسان لأنه بالعمر الإنسان بيوعى وبيتغير ولكن في ناس تتعلم من أخطاء غيرها أنا بدي أشكركم ولامتابعين اللي كتير صغار رجاءً ما تتأثروا بحدا كونوا إنتوا ارسموا الطريق اللي إنتوا بدكنيان وخليكن إنتوا متميزين بالإشياء اللي بتحبوها شكراً لكل المتابعين وشكراً للصبايا والشباب اللي متابعين اشتركوا في القناة